تريند الأهلي واللي كتب على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة نبدأ بحساب يلا كورا ومن خلال حسابهم الرسمي على تويتر بيقولوا اتجاه لقراحة الشناوي يلا كورا يكشف كيف يفكر كولر لمواجهة القطن الكاميروني ده الكلام اللي كنت بسل فيه فاروق نما كان معانا من بريتوريا على هواه مباشرة فيه إمكانية لإجراءة تعديلات أو تغير في التشكيل لغاية اللحظة دي مفيش حاجة تؤكد هذا الكلام لسه الراجل أصلا ما تكلمش على مباراة القطن لسه بيعمل استشفى لكن خلال الآيام القادمة أكيد تبقى للإصابات والغيابات ممكن يحصل تدوير في مسألة التشكيل الرسمي لكن يلا كورا من خلال مصادرهم قالوا أن كولر بيدرس إجراء تعديلات على تشكيل الآلي في مراكز مختلفة أولا اتجاه للدفع بيعلى نطف مكان الشناوي محمد عبد المنعم لو مش جاهز ممكن يتم الدفع به رامي ربيعة كمان متعلقة الأمر بجزئية خط الوسط لو حمد فتح مش جاهز ممكن يبدأ بالسلية يعني هاني نفس الأمر لو فنيا أو بدنيا مش جاهز ممكن يبدأ بإخلال عبد الفتاح كل ده أكيد هتحدد قبل يوم الأربع يعني التوقيت اللي هيسابة في الفريق إلى جروة هيكون كولر وقتها حط كل الخطوط العريضة لمواجهة بطل الكاميرون في لقاء الجمعة في جروة طيب حساب المصر الرياضي بيتكلم أيضا عن المعلومة اللي دلعت النهاردة الصبح بخصوص الشناوي وبيقولوا فين قسام بين كولر ومعاونيه في الأهلي حاول الدفع بالشناوي أمام القطن الكاميروني بصوا هو كل شيء وارد يعني المصادر أكيد كل واحد بيحاول يكتهد عشان يوصل لمعلومة ولكن فكرة راحة لاعب والدفع بلاعب تاني سواء في حراسة المرمى في خط الدفاع في وسط الملعب في مركز الهجوم ده يبان يوم الجمعة وارد بنسبة كبيرة ممكن الحالة النفسية الحالة البدنية أكيد داخل فيها جزء مهم جدا من اختيارات كولر قبل الجزء الفني لأن الجزء الفني ده آخر حاجة المدير الفني بيشتغل عليها طالما اللاعب زهنيا كويس وبدنيا ونفسيا جاهز لأي مباراة يأتي بعد ذلك كل ده العامل الفني عشان يقدر ينفذ كل التعليمات الفنية اللي بتتقاله فهنا ننتظر خلال الأعامل الجاية وأي أن كان سواء الشناوية أو على لطفي إن شاء الله بإذن الله يعني يبقى فيه ثقة في اللعبة اللي هتبدأ المباراة اللي جاية لأن أكيد أنت مهم جدا بغض النظر بقى عن اجتماعات الإدارة أو اجتماعات الجهاز الفني اللاعب نفسه لازم يدافع عن اسمه وعن تاريخه وعن نفسه في أي مباراة بي لعبها إن في النهاية التاريخ هيقول أنت عملت إيه؟ آه فست بإتنين أفريقيا بس خسرت إتنين دوري لعبت مع سانداونز مرتين أنت ممكن تطلعه بعد كده بس أنت مهمة لما تكسبه بعد كده تديله نتيجة ثقيلة هنا دي أمور موجودة في القورة فاللاعب مهم جدا يشعر بالتفاصيل المهمة دي خاصة لما بيكون يلعب بيلعب في النادي الأهل كورا بلس بيقولوا رد فعل كولر وكواليس حديثه مع لعب الأهلي بعد الخسارة أمام سانداونز بيتكلموا إن وجه السويسري مارسي الكولر رسائل للعيبة قال لهم إن الفريق ممكن يخرب بنتيجة إيجابية أفضل من كده استقبال خمس أهداف والخسارة كبيرة بهذا الشكل أكيد أمر لا يليق فيه تمسك بالأمل والقطال على الحفاظ على فرص الأهلي في المرحلة اللي جاية هي بس النقطة السلبية اللي أكيد الجهاز الفني برضو لازم يشتغل عليها لأن تصحيح الأخطاء ده مطلوب يعني أنت في مباراة ريال مدريد لغادي ديها تسعين أنت تتنين واحد في مباراة فلمينجو أنت متقدم خسرت بنتيجة كبيرة بعد كده تروح مباراة سانداونز النتيجة قربت تلاتة تنين خسرت بعد كده خمسة تنين لا فيه تفاصيل مش مدرسة الأهلي ده الأهلي كان معروف دايما في اللحظات الأخيرة بيقلب الخسارة لفوز مش لتعادل لكن تتعكس الآية في آخر شهر سواء في كاسة عام الأندية أو في دورة أبطال إفريقيا لا محتاجة يعني إعادة من جديد للجهاز الفني أنه هو يفقر يشوف إيه اللي بيحصل مع الفريق في اللحظات الأخيرة لأنه لسه المشوار طويل تعندك تحديات محلية إذا لقدر الله ما كتب لكش أن انت ممكن تكمل فيه بطولة إفريقيا الوطن سبورت بيقوله أخبار الأهلي إصابة جديدة تضرب الفريق وخمس تغييرات في التشكيل أمام الأخن بيكلموا عن الإصابة هنا بيقصدوا بها محمد عبد المنعم اشتكى بوجود ألام في العدلة الضمة وبيكزموا أنه ممكن يغيب عن مباراة الأخن والنهاردة زي مننا فارو صلاح الكلم في هذه الجزية لكن هيبان خلال الساعات اللي جاي لو عبد المنعم مش جاهز يعني أتمنى ما يشاركش يعني يبقى فيه دفع باللعابة تانية موجود ياسر موجود رامي موجود خالد عبد الفتاح ممكن يلعب مساك حمد فتحي ممكن يلعب بقريت أو يلعب مساك عندك أفقار كتيرة أنك ممكن توظف أكتر من اللاعب في أكتر ملك لكن المهم في المباراة دي اللاعب السليم والجاهز يبدأ ده مهم جدا في المباراة اللي جاي طيب لسه مع الوطن سبورت أيضا وآخر حاجة في تريند الأهلي هل يتقدم الأهلي بطلب للكعف بشأن تفويت سانداونز للهلال مصدر يكشف التفاصيل المصدر قال يعني حسب الرواية اللي موجودة في موقع الوطن أن كده كده الكاف بيرائب مباراة الجولة الأخيرة وأنا بصراحة مش حابب الأخبار اللي زي دي يعني فكرة أن حد يفوت لحد يعني أنا ما بحبش أتابع الأخبار دي والكاف على فكرة ما عندوش أصلا يعني معيار أو أسس معينة يقدر يتابع بها التفاصيل دي لأن فيه مشات كتيرة احنا شفنا ده حتى على أرض الواقع في رئيتين مثلا التعادل يسمح لهم بالتأهل فما فيش الحمية أو التغيرات القوية أو التشكيلة القوية أن يبدأ بشكل أساس عشان يكسب الفريد التاني أو الفريد عايز يكسب الفريد بتحصل كتير وحصلت في كاسع عالم وحصلت في مبارات دولية كبيرة جدا اللي أنا واثق منه وده كلام رسمي أنا بقوله على مسؤوليتي المسؤولين في نادي سانداونز عايزين يطلع أول المجموعة عايزين يتصدروا المجموعة مش من مصلحتهم قوي سانداونز عايز يتصدر المجموعة عشان ما يكونش فيه مواجهة مرتقبة في البداية أمام الترجي أو الرجاء أو الوداد ده كلام يتقل نصا من عدد من المسؤولين في سانداونز فأساسا هو رايح السودان على الأقل إذا ما كسبش يتعادل لأنه حتى لو الهلال كسب سانداونز وجات المواجهات المباشرة وتساوي في المجولة الأخيرة في عدد النقاط لو الهلال كسب سانداونز في فريد هدفين هممكن هو يبقى الهلال أول ويبقى سانداونز تاني وساعتها يصطدم بالترجي أو الرجاء أو الوداد وبالتالي سانداونز عايز يتصدر عشان ما يخشش في مواجهة قوية وصعبة في دور التمانية